أربعة شهداء وساق مبتورة على ما يبدو أنه لم يكن ثمنا كافيا لتحصل هذه السيدة الموصلية على قطعة أرض لها داخل مدينة الموصل ورغم حصولها على موافقات الكاظمي إلا أن لجنة التدقيق في دائرة الطابو منعتها من الحصول على الأرض وتتساءل أم عراق عن الثمن الذي يجب أن تدفعه أكثر لتحصل على حقوقها أربعة شهداء عندي أولادي وأني هم رجلي راحة يعني وحدة مبتورة وحدة مكسورة ما أقدر أدوس عليها متروسة شضايا وعيني متروسة شضايا وأبسط حقوقي ما يقبلون ينطوني إياها جماعة الطاب واللجنة التحقيقية من بغداد يقولون والله نحن ما ننطيش إياها زين إذا أنا جابت لهم أمر من السيد الكاظم إذا بس الله أعلم منه بهذا الأمر ثلاثة أشهر مضت منذ حصولها على الموافقة لاستلام قطعة أرض داخل المدينة ولكن لم يتغير أي شيء وفي الوقت الذي تحرم فيه عوائل الشهداء من حقوقها تكشف بين الحين والآخر ملفات التلاعب والتزوير التي يقوم بها المتنفذون للسيطرة والاستحواذ على أراضي المدينة أنا أناشد من هنا سيد الكاظمي أبو الغير أبو الشيمة يحلي هذه مشكلتي هذه ثلاثة أشهر من تاريخ ثمانية تسعة صدور القرار سيد الكاظمي ترى ما ينقدون كلامك لا جماعة وزارة الصحة ولا جماعة الطاب يعني أنا أين أروح هذا وما يزال هناك الآلاف من عوائل الشهداء لم يحصلوا على قطع أراضي لهم داخل المدينة في وقت وضعت النزاهة يدها على أكثر من 1300 قطعة أرض وزعت داخل الموصل في أماكن مميزة وحصل عليها متنفذون بوساطات مع الحكومات المحلية المتعاقبة منذ تحرير الموصل وحتى يومنا هذا من ذات المدينة محمود الجماس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر